السلام عليكم. اه بيضيع عشرين او تلاتين في المية من وقت المشروع ان انا بادغر على الملف مش لقي او بلاي ملف يكون حد الشغل عليه وعدل فيه وانا معي النسخة القديمة وش عارف اخر تهتورة فين. فلازم يكون في نظام او سيستم بيحدد اللي احنا شغلني ازاي. اه الصورة دي من الكود البريطاني بي اس الف مئة اتنو وتسعين. زي ما عندي نظام معين هنشوفه. الجزء دوت ده كان موجود في البي اس الف مئة اتنو وتسعين بتاع عالفين وسبعة. انما ده كله ده اللي هو بتاع عالفين وتسعطش. تمام? وبعد كده الجزء اللي تحت دوت ده في يعني اللي بدي الملفات للمالك او للناس اللي تشغل في تشغيل اثنان تشغيل الفوند وبعد كده. زي ما نشوف مع بعض. تمام? فببص هنا بلاي ده انا اول حاجة لازم ابدأ بيها اللي هي ببقى عارف المالك عايز ايه. تهام? ده اللي يحدد لي الشغل في مشروع كله. بلاي عندي هنا ملفات موجودة. يعني مسلا اول ما بيبدأ شغل بيحدد اخوان احنا عندنا اه فولدرات نشتغل عليها في فولدر ده اللي هو بتاع اه اللي كل قسم شغال فيه. وبعد كده بيعندي فولدر اسم شيرد. لو الخلاص الملفات متوافع عليها. هنروح لفولدر اللي هو هننقل لها هننقل النسخة منها لشيرد. حيز بيات الاقصان تشوفها. وبعد كده لو تم الوافقة عليها. حط بابلش بحيس الناس اللي هي شغالة معنا في المشروع. وش معنى في الشيركة تبدأ تطلع عليها? وكل فترة باخد اركيف يعني نسخة احتياطية. وفي اه مع باية الاقسام او مع الناس اللي هي شغالة اه من الباطن او شغالين اه سبلاير او بعملهم اي حاجة. بيبقى في النزام ان هما يبدأوا يشوفوا الملفات بالحاجة. ده ده ملخص الصورة ديت. نبدأ باني تكلم عنها شيء من التفصيل. اه دلوقتي لو احنا قلنا ان احنا هنبدأ نشتغل. يبقى اول حاجة لازم اول حاجة نحصل عليها اللي هو المطلبات الملك. تمام? هبدأ احط كل قسم اقول له الشغل في بتاعتك يعني التكييف الصحي القهربة المعماري الانشاوي كل واحد شغال. وبدأ اعمل فحصات لها. يعني انا دلوقتي اشغالها على الوركينج بيرجرس. طب هبدأ افحص الموديل. هفحص المعلومات اللي موجودة صحة ولا غلط. هل هي هتسهق? هل هي فهم مشاكل انها تتصدر للكوبي بعد كده او لا? هل الملفات دي فيها اي مشاكل وسهل ان انا اخذ بمعنى ان انا عايزها مثلا ان انا عايز ملف فيكسل فيه كل الشغل او كل اسكدولات. هل لا قدر اخرجها او لا? اه. في الاخر التاسك تيم مانجر بيوافع عليها فتنقل دي المحرات التانية اللي هي الشيرت. تمام? طيب الشيرت برضو خلاص احنا كده عندنا من اول بوابة نروح للبوابة التانية في الشيرت. نبدأ نشغل عليها بيت كل واحد بيشوف بيت الاقسام عامل ايه وشغالها ازاي? وبيبقى فيه اكسريفات وربطني الحاجات ببعض. تمام? يعني انا مسلا شغل معماري وعايز اتحب بتاع الكهرباء والتأكيد في الحاجات ديجا ما بسحبش من الوردكوين بروجرس. لأ بسحب من الشيرت. وبيبقى احطي فيه الاكسريفات والتاتلشيت والمابنج والسيرفي والصور وكل حاجة. تمام? او متاح لكل الاقسام. فبنوحد الاكسريفات بنوحد التاتلشيت. بحيش ما يطلعش من المكتب حاجات. اه واحد حاطة الصورة قديمة واحد حاطة شعار الشركة او حاطة المالك مختلف. فلازم تكون مشتركة بالنس كلها. تمام? وفقنا عليها بنين المرحوات التالتة اللي هي بابلشت. بابلشت بيبقى فيها جميع ملفات النهائية ورسامات اللي انشاءها وتوافق عليها وتعمل لها بايند. بايند يعني خلاص بقى مصدقل. بش ما نصب بايند اخرى. بحيش ان هو يقدر اي حد من برة الشركة يقدر ويكون شغال معنا في المشروع باش. اي حد ما عدت عليها متفرج على ملفات? لا. بيبقى طبعا نتشغال معنا في المشروع. ممكن يكون مالك ممكن يكون اه اه مسلا احنا شغالين في الشركة مع ماري بس وفي الشركة تانية شغالة كهرامكانكة او شغالة انشيائي. فبنبدأ نتواصل معهم. تمام? وكل فترة بروح واخد ارقايف باخد نسخة اعملها نسخة مضغوطة وخلىها على جنب. بحيش ان انا مسلا لو حبيت ان انا ارجع للشغل بتاعها شهر اثنين. مسلا ان الملك قال لنا ايه? لأ افتحنا كل القول على بعض. وبعد ما فتحناها قال لنا لأ راجعوا عز التانية زي مكادة. فيبقى عندي نسخة احتياطي. او عايز اعرف الايه اللي تمت في المشروع. موانس جي جديد. فعايز يعرف ازاي المشروع بها مبهد بالتراضية. فيبدأ يشوف يعني يشوف الاصدارات اللي صدرت قبل كده بحيس يفهم. احنا صلنا ازاي كده وبيضي غلطة تمام? وبيبقى فيها مسلا اه معمولة اي اف سي معمولة اه معمولة اه دو كومنتيس معمولة بدي اف بنوصل خلاح احتياطية. وبرضو عندي في فولدر اسمه اه رسيفت. ده بيبرمي الفات اللي احنا استلمناها من الاخرين. وبيكون رد قولي. يعني انتو مستلم حاجة من حد هتعدل فعالة. لما انت عايز تعدل خودها عندك كوبي وابتعدل فيها زي ما انت عايز. تمام? او ادبوكها مع اللوح بتاعتك. في حاجة مثلا محتاج انت في اللوح اخدها. كل الكلام ده موجود في الكود بي اس الف مئة ستعين اللي هو كان صدر في الفين وسبعة. وده ينفع كاد وينفع بينه. تمام? اه احنا فيه بعد كده الكود اللي هو بي اس الف مئة ستعين الجزد الف الفين وتتاشر. اه ده توسع في الكابتال اه وبدأ يبقى في اه ازاي نتوصل مع بيت الاخرين وازاي نتواصل مع المدير. وبعد كده اضافه اللي هو جزء بتاع تمام? فلو احنا اتقامنا ايه التواصع اللي حصل في الكود بعد كده? قال ان انا عندي ان انا بقيت اتواصل مع السبلاير او الناس اللي بتعمل حاجة سباشيال. يعني مسلا ممكن فيه جزء معين مثلا حمام سباحة مسلا. وانا وشركة بتاحت بما عامتوش قبل كده فبديل حد التاني. فهو بيبقى عنده نفس القصة ديت. وفي الاخر بيديل الحاجة اللي حصلها تمام? بحيس انها بتدخل معي. بيطلع عند هنا مسلا في بوابة اللي هي بوابة واحد. ده للشيرد وبوابة اتنين. من الشيرد للبابلش وتلاتة من الاركايف. طبعا ما بعملش اي خطوة من دور غير ما اتأكد ان المعلومات اللي انا اشغال عليها سليمة ومفاشلة مشاكل خالص. وبعد كده الشغل بتاعي بابدأ اه لما المشروف كله يخلص بروح ببعته تمام? اه ممكن اه يكون هو عنده فريق يعدل. تمام? او ممكن يكون هو كل شوية هيقول لي مسلا معلش اول فترة ضيت. لو في اي تعديل هبعث لك تعمله لي. حسب الاتفاق. ممكن يكون مسلا في الاتفاق لو اي تعديل مسلا خلال او ستة شهور. ما غير اه مقابل. ده موجودة في العقد. او هيبقى فيه مقابل اه على اي حاجة هبنعملها. تمام? وابقى في اي تعديلات او اي ست الصراب بنبعه تتعرف اي يعني مسلا لو في باب معين مسلا اه او في باب معين جرات بناء وفي جهدنا مسلا ان هو مش هو ده الراجل كان طالب مئة وتمانين وحنا عملنا مئة وتمانين بوش فارقة كتير فخلاص طب عدلها لنا تمام? يعني في حاجات تطر لنا احنا نعدلها في قلب الموديل في قلب الشغل الحقيقي او عدلنا مسلا بعد ما بعد ما خدنا المبنى والشغالين عليه احتاجنا تعديلات وبنعملها. فبنقول لك عدلها كمان في الموديل على اساس ان نبقى ايه الموديل مطابق للموقع او مطابق للفندق او مطابق للمبنى اللي اشغال فيه. تمام? او فقال ان في حاجة محتاجة تعدلات فعدلناها. فبنقول له اعدل الموديل بتاعك وبعتها لنا بحيس يبقى ايه الموديل معمول لاخر شغل. ممكن يكون الراجل العامل الموديل في الشركة تانية وبعته لشركة تالتة خلص بيقول له معلش يعمل للحاجات ديت. فلازم يكون في اه ارتباط بين الملفات كلها بين بعض. وبعارف انا خطوة ولا امشي فيها. يعني فاشلا ببقى شغالنا على ملفات والناس كلها شايف فيها في اي تعديل انا بعمله. ممكن انا لسه بجرب او بعمل حق كده بشيء صح بس ايه. بشوفها تنفع او لا? فهو اخذها وبدأ اشتغل عليها. فعشان كده اسمنا الملفات ديت. وده سيستم اه موجود في دول كترة جدا خدوا من الكود البريطاني. ففضل احنا نشغل به. وفي ناس ثانية بشغل بكود الامريكا في مشكلة خالص. الناس بشغل بكود الاسترالي. المهم بيشغل بكود.